السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده دلوقتي احنا عندنا مثلا مشكلة ضيئة ان انا عايزة كود بطريقة تكرارية يعني الكود نفسه اقرره كذا مثلا دي بقت انا مثلا اعمل 100 بربرتي بربرتي واحد بربرتي اثنين بربرتي تلاتة بربرتي اربعة بربرتي خمسة واحد كذا حد 100 عشان نعمل الموضاد ده برمجي او يدوية صعب جدا اكيد في حالة عشان كده شي انا اسمها كود جنراتي او تكست تيمبلت اول حاجة ندوسها على كريك اي منا مشروع كده add نكارية مثلا ونغير نخليه tt بدلا تي اس هنا تكست تيمبلت طيب انا عايزة كارية البروبرتي دي بطريقة الكراري اعمل ايه؟ هكتب cos hash for var i equal 1 i كأنه كوتي شارب عادي جدا 100 i plus plus ونقفل نقفل كوتي شارب ونكتب الكوتي شارب نقفل كوتي شارب نقفل كوتي شارب انا نغير كوتي شارب هتمشي بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة نعملها ازاي نكتب هنا نفتح الكود بتاعنا او يساوي يعني الاي اللي احنا عملنا لها تعريف الهو ونقفل بالهاش ونقفل كده انظر كده ابتدى كود واحد اثنين احد مين طيب ينفع خليوم الف ينفع خليوم الف بتاكد زرارة وهنا انا مشغل محتاج اللي انا اكتب بروبرت واحد اثنين ثلاثة يدو طبعا هي لها استخدامات الاتفاقش تقتنين كده كتير بس هي فكرة اولية طيب احنا عندنا مثلا ممكن نكارية ميسود نطلبها في الكود يعني مثلا بدل ما انا لزق الشكل ده لا انا عايز فانكشن معينة او ميسود معينة طلبها وهي تعمى وضعها ده هنشوفو في الفيديو التاني والسلام عليكم ورحمة الله